السلام عليكم. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير وأهلا بكم على قناتي. إن تكونوا أول ما تشاهدوا القناة. وعجبتكم لا تنسوا الاشتراك. أتمنى أن تشاركوه في القناة وتفاعلون الجرس حتى يصلكم دائما كل الجديد. عدنا والعودة أحمد إن شاء الله أن يكون متابرة في تنزيل فيديوهات إن شاء الله إن شاء الله مع آآ برغم أنه العطلة والصيفة وإنسان آآ كي حاول أنه يستريح لكن لأنه موضة طويلة لم أضع أي فيديوهات لهذا قوس أني أتشجع بعض الشيء يعني أضع كل مرة فيديو فيديو حتى يعني قناة ترجع إن شاء الله آآ مثل ما كانت. أحسن أيضا هو أحسن أتمنى آآ فيديو اللي إن شاء الله سوف يكون عبارة عن شكل يعني شكل ممكن أنكم ستطبقوه في أي كلمة مشغلاتكم سواء في الحقائب سواء في البطانية سواء بطانية صيفية أو بطانية خريفية وأيضا في المفارش وأيضا في الملابس وأيضا كالكوسترات للأكواب أو للدكورات فهي جميلة جدا خصوصا إذا كانت في ألوان مختلفة فتعطي جمالية 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 خصوصا إذا عملتوها على شكل كبير وكأنكم تغطينا بها آآ طاولة آآ طاولة الأكل آآ مع الألوان حكاية آآ مناسب متناسقة مع ديكور أو فرش الغرفة فسيكون أو الصالة سيكون جميل جدا نبدأ على بركة الله أنا سوف أشتغل بهذه الخوز التي آآ آآ جربتها معي من المغرب هي على اثنان من الصوف فسوف فقط ساحو أن أختار اللون علي سوف أختار هذا اللون لأنه مناسب مع الكاميرا نبدأ على بركة الله سوف أعدى بالشغال بالدائرة السحرية آآ ثم سوف أرتفع بثلاث سلاسل سوف أعتبرهم كأعمود بلفة الدائرة السحرية ثم ارتفاع ثلاث سلاسل نعتبرهم كأول عمود birlikte نعتبرهم كأول عمود بلفة. صوفا اضيف عمود Blue ثاني داخل الدائرة المجموع اثناني كما مثل ما تلاحظون حصلنا على اثنان مجموعات أو اثنان عوامد صوف ارتفع بسلسلتان صوفا اشتغل مرة أخرى اثنان عمود بلفة داخل الدائرة ثم صوفا ارتفع بسلسلتين وأشتغل مرة أخرى إثنان عمود بالوفة داخل الدائرة وأرتفع بسلسلتين حتى أنهي ستة مجموعات ستة مجموعات عند نهاية الضول ضروري أنني أشتغل سلسلتين تمام منزلقة في ثالث غرزة لكن سوف يتوفى تكون مختلفة هذه المرة سوف أنهي تسلت المجموعات مثل ما تلاحظوا أنها تلاحظوا أنها تلسلت مجموعات من الآمدة زائد الارتفاع سلسلتين هنا سوف أرتفع فقط سلسلة واحدة فقط سلسلة واحدة ثم سوف أشتغل نصف عمود يعني لا أشتغل مزلقة وإنما سوف أشتغل نصف عمود لماذا؟ لحتى يكون الشغل في المنتصف أنا أريد أن أشتغل في المنتصف وليس في الجانب هنا أريد أن أشتغل في المنتصف الفراغ سوف أرتفع بثلاث ثلاثة عتبهم كأول عمود ثم في العمودين العمود الأول والعمود الثاني سوف أشتغل فوقه عمود بلفة عمود بلفة. يعني فوق اثنان اعمدة سوف اشتغل اثنان اعمدة متفرقة بطبيعة الحال. بهذا الشكل. ثم في الفراغ سوف اشتغل عمود بلفة ارتفاع سلسلاتين ثم عمود بلفة. ثم عمود بلفة. الآن سوف اشتغل مرة اخرى في كل عمود عمود بلفة. في كل عمود سابق عمود بلفة. هنا عمود بلفة وهنا عمود بلفة. وهنا عمود بلفة الثاني. ثم سوف اشتغل. ثم سوف اشتغل عمود بلفة. ارتفاع سلسلتين. عمود بلفة داخل الفراغ. دائما داخل الفراغ. سوف اصمر بهذه الطريقة حتى نهاية الضر. سوف ننهي الضر كما انهيناه في اول في اول دور. سوف استمر مثل ما قد. وننطقي في اخر الضر. حاول ان لا تنسوا ان لا تنسوا ان يعمود حتى يكون لعمل صحيح. هنا سوف ارتفاع فقط بسلسلة واحدة وليس اتنان. مثل ما تلحطو فانا هنا سبق اشتغلت سبق اشتغلت عمود بلفة واحد. يعني سوف اشتغل فقط عمود بلفة واحدة عمود بلفة واحدة في الفراغ في الفراغ. سوف ارتفاع بسلسلة واحدة منفرقة في هذا العمود. سوف اشتغل فقط ارتفاع بسلسلة واحدة واشتغل نصف عمود. لاننا جزءته اشتغلنا عمود بلفة. في نهاية الطور نشغل عمود بلفة اخر ثم سنشغل نصف عمود نعتبرهم كسلسلتين. سوف ارتفع بثلاث سلاسين نعتبرهم كعمود بلفة. وفي الاعمدة. من الطور السابق فوق كل عمود سوف اشتغل عمود بلفة واحدة فوق كل عمود دائما تأكدها انكم يعني اشتغلتم اه في كل فوق كل عمود حتى يكون العدد صحيح انا لاني دائما اشوف من الكاميرا فدائما ارجع من وراء الكاميرا اتأكد ان انا اشتغلت اه جيد اولا في الفراغ سوف اشتغل بنفس الطريقة عمود بلفة سلسلاتين عمود بلفة نعيد مرة اخرى دائما نرتفع بثلاث سلاسل كاول عمود كاول عمود وبعد ذلك اشتغل فوق كل عمود عمود بلفة عندها نهاية الطور ظل معي فقط عمود بلفة نشتغله في الفراغ ثم نرتفع سلسلة واحدة ونشتغل نصف عمود نصف عمود كأنه منظلقة هذا هو هذا هو يعني الان البداية والنهاية لانه نحن في الفراغ نشتغل عمود بلفة سلسلتين عمود بلفة بالنسبة لعدد ادوار فهي يعني حسب الرغبة على الادوار حسب حسب الرغبة يعني حسب الشغل اللي صفة للشغل سواء مفارش او ملابس يعني او الشنطة يعني حسب الرغبة هنا صفة الشغل معكم مرة اخرى النهاية نشتغل عمود بلفة في الفراغ ثم نرتفع سلسلة واحدة ثم منظلقة على شكل نصف عمود دائما كنشتغل في الوسط هذا هو الادب والهدف اصفة اصطمر انا حتى تحصل فقط على الحجم مناسب لحتى يعني يكون في في التصوير يعني واضح جدا اه حتى يكون واضح جدا اذا وضعت لهذا لهذا المستوى من الفيديو فاتمنى ان شاء الله ان تججعني اكثر باللايكات لانه هي التي ترفع من الفيديوهات ومن القناة ان شاء الله اه وتتركوا لي تعليق اي كم محافظ او اي شيء سبق النقط او مدح المهم اه فقط اتركوا لي تعليق حتى يعني اعرف اذا انتم مهتمين بقناتي او مهتمين بالفيديو بالمحتوى اه فهو محتوى يعني خاص بك خوشي والاعمال اليدوية وبعض البعض الاشغال يعني اه يعني مفيدة صراحة مفيدة يعني ليس فقط مشاكل وشكاوي فاتمنى ان شاء الله ان شجعني اكثر وان حتى اطمح ان شاء الله انني اه اصل مئة الف ان شاء الله بالرغم من ده مرات سنوات سنوات يعني انا بداياتي قديم جدا يعني بداياتي من اليوتيوب قديم جدا لكن اتمنى ان شاء الله انا اصل الى مئة الف مئة ليس كما يعني كما كان في الاول لانه انا اه قد انني اعمل بالبخاء ميكوة البخاء حتى يكون الشكل يعني مستوي لكن مع السرعة حتى اصور يعني الفيديو في اه يعني في الضوء ضوء جيد جدا اه فاسرعت واملت في درات حرارة مرتفعة فالشكل النهائي اصبح كأنه دائري لكن لكن هذا واخر ان شاء الله يكون الفيديونا اللي اعجابكم ان شاء الله فيديو اخر اللي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة